وكتير الحياة الناس بتقارن بين الاهل والزمالك في كرة اليد وعشان كده للامانة والموضعية هنقول لكم عدد الالقاب القرية اللي عنده كل فريق الزمالك عنده خمس القاب بيتساوى فيهم مع الافريقي التونسي والاهل عنده اربع القاب يعني الزمالك بيفوق الاهل بلقب واحد قري لكن الحياة الصدراء الافريقية تاريخيا هي للمجمع البترولي الجزائري لانه ده عنده تسع القاب في افريقيا هو قتل الجزائر في فترة ما اللي هي اخر السبعينات والثمانينات لا دي كانت ببعيد بالضبط عنده كمان التراجل التونسي عنده تلات القاب النجم الساحل التونسي عنده لقبين زي مينول كاميروني وزي ديناميكة بناء الجزائر عنده لقبين فبالكاميروني عنده لقب الكوكب المراكش المغربي عنده لقب نيجر يونايتد النيجيري عنده لقب وملديته هراني الجزائري عنده لقب فمجموع ألقاب الأندية الأفريقية تلاقي الجزائر كدولة هي الأولى في الأندية الأفريقية فوزا بيكاس الأفريقي لكرة اليد الجزائر عندها 12 لقب تونس عندها 10 ألقاب مصر عندها 9 ألقاب الكاميرون عندها 3 والمغرب ونيجيريا لكل منهما لقب واحد وهو كان دائما وأبدا التنافس على الألقاب الأفريقية يا جزائر ومصر يا تونس ومصر يعني مصر كانت المنافس الدائم لأنه زي ما قلت لك فيه حاجة اسمها المستوى العام كرة اليد في مصر لها بقى لها مستوى عام أو كانت طول عمرها بس دلوقتي فيه تفوق الحمد لله ملحوظ يعني حتى من بطولات النشئين على مستوى العالم حققنا يعني في التسعينات أول بطولة عالم صحيح وانكرر هذا الكلام شباب وتالت عالم كبار لا غير الكبار بطولتين وربع النشئين وشباب وبعدين رابع توكيو رابع الأولمبياد فانت دا مستوى عام دي كانت بطولة مهمة جدا حبنا نفتتح بيها مع حضراتكم في حلقة سنعود فيها إن شاء الله لهذا الإنجاز الكبير ترجمة نانسي قنقر